مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الثاني بعد مجمع الشفاء من ناحية الخدمات وسعة المستشفى هذا المستشفى كان يحتوي على 300 كادر طبي و450 جريح و10 ألاف نازح كما تعلمون بأن إسرائيل قوات الاحتلال حاصرت هذا المستشفى وقصفت هذا المستشفى وطلبت من النازحين لمغادرة هذا المستشفى واعتقلت بعض الكوادر الطبية الموجودة في هذا المستشفى وأيضا طلبت منهم النزوح الكوادر الطبية وبالنسبة كمان قطعت وصول بعض الشاحنات التي خصصتها منظمة صحة العالمية لهذا المستشفى وكانت بعيدة 50 متر عن المستشفى ولم تسمح بوصولها إلى المشفى هذا كله إضافة إلى عدم وجود الوقود أدى هذا الصحيح إلى استشهاد 8 من المرضى لعدم وجود الأكسجين المستشفى هذا هو مستشفى هام جدا في خان يونس إضافة إلى مستشفى الأمل عدم إشغال هذا المستشفى يعتبر كارثي من الناحية الصحية على محافظة خان يونس وكافة القرى وكافة المخيمات التي تقع حول خان يونس لذلك هذا خبر مهم كافة من يستطيع أن يتدخل